هل تساءلت يوماً لماذا يضيء مصباحاً فوراً بينما يتأخر جهاز آخر في العمل؟ أو ما الذي يتحكم في تدفق التيار داخل الأسلاك؟ في هذه الرحلة الشيقة سنكشف أسرار المقاومة والمفاعلة والمعاوقة بمفاهيم بسيطة وصور دهنية ستساعدك على فهم هذا العالم غير المرئي الذي يتحكم في كل جهاز كهربائي من حولك لن تحتاج إلى شهادة في الهندسة فقط تخيل تدفق الماء عبر أنابيب وسنحول أصعب المفاهيم إلى صور بسيطة ستبقى في ذاكرتك إلى الأبد في نهاية هذه الرحلة ستكون قادراً على معرفة سلوك التيار المستمر والمتردد في مختلف العناصر الإلكتونية وستعرف لماذا يتقدم التيار على الجهد أو يتأخر عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم عندما نطبق فرق جهد على موصل متصل بمصباح كهربائي باستخدام أي نوع من المصادر الطاقة سيضيء المصباح الكهربائي ولنمثل الجهد عند طرفي الدائرة باستخدام مقياس مثل هذا عندما يكون الجهد متساوياً على كل الجانبين A و B لن يضيء المصباح لأنه لا يتدفق تيار لنضبط الطرف A على صفر فولت ونزيد الجهد عند الطرف B إذا تجاوز الجهد عند B جهد A فسوف يتدفق التيار من B إلى A وعلى العكس من ذلك إذا انخفض الجهد عند B عن جهد A فسوف يتدفق التيار من A إلى B عندما يبقى فرق الجهد بين A و B ثابتاً نطلق على التيار المار في الدائرة بتيار مستمر أما عندما يتغير الجهد على النحو المبين فإن التيار الناتج يكون تياراً متردداً ويمكن أن نستعين بالمنحنيات لرسم علاقة الجهد والتيار مع الزمن في دوائر التيار المستمر يبقى الجهد ثابتاً مما ينتج عنه تيار ثابت أما في دوائر التيار المتردد فيتغير الجهد بدلة موجية مما يجعل التيار يتبع نفس النمط هنا على سبيل مثال سلك موصل للتيار لنفترض يوصل تيار متردد عندما نقوم بتوصيل العناصر التونية مثل المقاومة أو ملف أو مكثب بهذا السلك الحامل للتيار فإن هذه العناصر لديها القدرة على التأثير على التيار وتعديل سلوكه في دائرة التيار المستمر كل عنصر إلكتروني متصلاً بمسار التيار يعيق حركة الإلكترونات مما يؤدي إلى انخفاض في تدفق التيار تحدث هذه الظاهرة أيضاً في دوائر التيار المتردد يمكن للعنصر أن يعيق تدفق الإلكترونات مما يتسبب في انخفاض التيار تماماً كما هو الحال في دائرة الديار المستمر وهذه الحالة يكون فيها التيار تابعاً للجهد يتزايد ويتناقص بالتزامن معهم هذا النوع من الإعاقة ينطوي ببساطة على خفض أو تقليل لنقدار التيار ويمكن ملاحظته في دوائر التيار المستمر والتيار المتردد ولكن هذه ليست الطريقة الوحيدة التي يتغير بها سلوك التيار في دوائر التيار المتردد مع تغير الجهد فبعض العناصر الإلكترونية تقاوم التغير مما يجعل التيار لا يتبع تقلبات الجهد بدقة وعلى العكس من ذلك فإن البعض الآخر يسرع تغيرات التيار مما يزيد من تعقيد العلاقة بين الجهد والتيار في دوائر التيار المتردد لماذا يتأخر أو يتقدم التيار عن الجهد؟ للإجابة على هذا السؤال نحتاج إلى استكشاف سلوك المقاومة والملف والمكثف دوائر التيار المتردد دعنا نحاول فهم هذه المفاهيم باستخدام تشبيه الماء هنا لدينا مكبسان كل نصف منها ممتلئ بالماء وكلاهما متصلان باستخدام أنبوبة ماء إذا طبقنا قوة دفع ثابتة على المكبس A سيبدأ الماء في التدفق من المكبس A إلى المكبس B يحدث هذا لأن القوة المطبقة تزيد من ضغط الماء في المكبس A مما يدفع الماء للتحرك من منطقة الضغط العالي إلى منطقة الضغط المنخفضة تحدث نفس الظاهرة في دوائر التيار الكهربي تحتوي البطارية على طرفين موجب وسالب الطرف الموجب له جهد عالي بينما الطرف السالب له جهد منخفض عندما نوصل هذين الطرفين باستخدام سلك مموصل يبدأ التيار بتدفق من الجانب الموجب إلى الجانب السالب ودعنا الآن نعود إلى مثال المكبس إذا قمنا بتعديل القوة المطبقة فإن تدفق الماء سيتغيأ أيضا وفقا لذلك ويمكننا تمثيل القوة المطبقة وتدفق الماء في الرسوم البيانية عندما تقل قوة الدفع ينخفض أيضا تدفق الماء من A إلى B وإذا طبقنا قوة سحب على المكبس يمكن تمثيلها في الرسم البياني خوة سالبة مما يؤدي إلى تدفق الماء من B إلى A وللمقارنة دعونا ندمج المنحنين معنا فهذا المثال المطبق على الماء يناظر ما يحدث في دوائر التيار المتلدد والآن لنفحص تدفق الماء عند توصيل أنواع مختلفة من العناصر في مصاري الماء ماذا يحدث إذا قمنا بتثبيت فوها ضيقة بأنبوب الماء؟ فإن النتيجة المتوقعة واضحة إذا بقيت القوة المطبقة على المكبس A ثابتة كما كان من قبل فإن الفوها الضيقة تقلل من تدفق الماء في الأنبوب سواء بقيت القوة مستقرة أو تغير الاتجاه فإن التقليل في تدفق الماء سيكون ملحوظا في الحالتين ينطبق نفس المبدأ على الدائرة الكعربائية عندما نقوم بتوصيل المقاومة فإن المقاومة تقلل من تدفق التيار الكعربائي من خلالها وتقاس المقاومة بوحدة الأوم ويعرف الأوم من خلال قانون أوم كما ذكرنا من قبل فإن المقاومة عاكس تدفق التيار وهذا ما نراحظه سواء في دوائر التيار المستمر أو المتردد ماذا لو استبدلنا الفوها بعجلة؟ هنا لدينا عجلة موصلة مع عنبوب الماء كعائق في طريق الماء لبدء تدفق الماء فإن العجلة يجب أن تبدأ في الدوران ولتوضيح الأمر دعونا نستعين بمنحنى القوة مع الزمن ومنحنى تدفق الماء مع الزمن في البداية لا توجد قوة على المكبس وبالتالي لا يوجد تدفق الماء في الأنبوب وعندما نقوم فجأة بتطبيق قوة على المكبس فإن الماء لا يستجيب فوراً لهذه القوة لأنه يجب أن تبدأ العجلة في الدوران أولاً وعندما يبدأ الماء بالتدفق تدريجياً وبعد فترة سيصل تدفق الماء إلى سرعة ثابتة إذا قمنا بشكل مفاجئ بإيقاف القوة المطبقة على المكبس فإن العجلة سوف تستمر في الدوران ويستمر تدفق الماء لفترة من الزمن قبل أن تبدأ في التوقف تدريجياً وفي النهاية تتوقف العجلة بسبب الاحتكاك ويتوقف تدفق الماء في الأنبوبة هذا السلوك ناتج عن القصور الذاتي لعجلة الماء في أنها تحاول الإبقاء على حالتها الحركية في الدوران وبسرعة ثابتة أي لا ترغى في تغيير حالتها الحركية كصفة عامة يمكن أن نقول أن عجلة الماء تقاوم التغيرات المفاجئة في تدفق الماء هذا السلوك يشبه سلوك الملف الحفي في الدائرة كحبائية في حالة التيار المستمر حيث يكون الجهد ثابت لا يؤثر الملف على التيار ولكن في دوائر التيار المتربل حيث يكون الجهد دائماً متقدماً على التيار يصبح هذا التأثير واضحاً وتعرف هذه الظاهرة بإسم المفاعلة الحثية وأصل المفاعلة الحثية المتولدة في الملف هو بسبب التيار الحثي الناتج عن المجال المعناطيسي الناتج عن التيار الكهربائي المتردد هذه المفاعلة الحثية هي الخاصية التي يتمتع بها سلك أو ملف دوائر التيار المتردد والتي تمانع وتعيق حدوث تغيرات في التيار الكهربائي وتعتمد المفاعلة الحثية على تردد التيار فكلما كان تردد التيار الكهرباء كبيراً كانت قيمة المفاعلة الحثية كبيرة ويرمز للمفاعلة الحثية بالرمز XL ووحدتها أيضاً الأوم والآن لنقم باستبدال العجلة بغشاء مرين داخل تجويف الماء يعمل كحاجز بين طرفين حيث أن الماء في الطرف A لا يمكن أن ينتقل إلى الطرف B ولجعل الأمر أوضح سنقوم بتلوين الماء بلونين مختلفين في كل جانب والغشاء المرين بينهم يمنع اختلاط الماء ولكن بسبب مرونته فإنه يسمح له أن يتمدد بقدر الماء يعتمد على فرطة الماء على الجانبين عندما نطبخ خوة دفع على المكبس A يتمدد الغشاء ولكن يتوقف تدفق الماء عندما تساوي القوة المرينة المعاكسة القوة المطبقة وبرصد منحنى يوضح القوة المطبقة وتدفق الماء مع الزمن نلاحظ ما يلي عندما تكون القوة المطبقة على المكبس مستقرة وثابتة فإن الماء لا يتدفق عبر الأنبوبة ولكن عندما تتغير القوة المطبقة نلاحظ تدفق الماء خلال الأنبوبة هذا السلوك يشبه سلوك المكثف في الدائرة العربية في التيار المستمر حيث يكون الجهد ثابتاً لا يسمح المكثف بمرور التيار ولكن في التيار المتبدد يتقدم التيار باستمرار على الجهد وتعرف هذه الظاهرة باسم المفاعلة السعوية وأصل المفاعلة في المكثف هو الشخنات التي تتراكم على لوحي المكثف في اتجاه يعاكس تدفق المزيد من الشخنات على لوحيه وهذا يعمل على إعاقة انتقال المزيد من الشخنات المفاعلة السعوية لا يمكن ملاحظتها عندما يكون الجهد ثابت والتيار المستمر وبالتالي ليس لها تأثير على دوائر التيار المستمر والمفاعلة السعوية على خلاف المفاعلة الحفية حيث أنها تتناسب عكسياً مع تردد التيار الكهربائي ويرمز للمعاوقة السعوية بالرمز XC وتقاص بوحدة الأوم أيضاً الآن وبعد أن فهمنا كيف تؤثر الأنواع مختلفة من العناصر الإلكترونية المنقاومة والملف والمكثف على التيار في الدائرة الكهربائية فإن العوامل الأساسية الثلاث التي تؤثر على التيار هي المنقاومة والمفاعلة الحفية والمفاعلة السعوية تقلل المقاومة التيار باستمرار ويمكن ملاحظتها في دوائر التيار المتردد والمستمر وتتسبب المفاعلة الحفية في تأخر التيار عن الجهد ويمكن ملاحظتها حصرياً في دوائر التيار المتردد وعلى العكس من ذلك تجعل المفاعلة السعوية التيار يسبق الجهد ولا يمكن ملاحظتها إلا في دوائر التيار المتردد يشار إلى التأثير التلاكم لهذه العوامل باسم المعاوقة أو إمبيدس بالإنجليزية ويرمز لها بالرمز زد وهي أيضاً تقاس بوحدة الأون فإذا كنت تتعامل مع دائرة التيار المتردد تحتوي على مقاومة وملف ومكثف فإن المعاوقة الكلية للدائرة تعطى بالألاقة الموطحة ولمن يريد التوسع أكثر في هذا الموضوع سأضع لكم في صندوق الوصف رابط محاضرة فيها مزيد من التفاصيل وفي نهاية هذه الحلقة نكون قد وضحنا بشكل مفصل المعنى الدقيق للمتقاومة والمفاعلة والمعاوقة وهي تعد مفاهيم أساسية في التعامل مع دوائر التيار المتردد والتي يندرج تحتها الكثير من التطبيقات الإلكترونية التي قد نتعرض لها في حلقات قادمة ومن هذه الحلقة يتضح لنا أن الكهرباء ليست مجرد ألقام وفلتات بل هي عالم من التفاعلات الذكية داخل كل دائرة إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركة الفيديو مع من تحب لأننا هنا لنفهم الفيزياء لا لنحفظها وحتى نلتقي في حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته